تحقيق السلامة المرورية وتعزيز الثقافة المرورية وصولا للهدف النهائي المتمثل في تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية ومن بين الفعاليات التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور في هذا الشأن القرية المرورية والتي تستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري متضمنة جملة من الزوايا التوعوية والتعريفية والتفاعلية مع الجمهور طبعا أنا سعيد اليوم في افتتاح القرية المرورية احتفالا بسبوع المرور ولا شك أن عمل جميل إن شاء الله يعجب المواطنين والمقيمين وحبيت أشكر إدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية على هذا التنظيم الرائع اللي شفته اليوم وإن شاء الله يكون لهم دور كبير في تثقيف المواطنين وتعزيز السياقة السليمة وكل المبادئ اللي احنا نتمنى تكون موجودة في سواقنا فعاليات أسبوع المرور اللي تهدف إلى التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وكذلك المؤسسات التعليمية يهدف أسبوع المرور لهذا العام إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الفئات العمرية بهدف إصال رسالة أساسية وهي الاستخدام الآمن والسليم للطرق في مختلف أرجاء مملكة البحرين شملت الفعاليات أسبوع المرور لهذا العام على تحديد جواز ومسابقات بين طلبة المدارس بمختلف المراحل وصولا إلى إنشاء القرية المرورية في مجمع الأفنيوس واللي تحتوي على جميع الأركان المكملة لعناصر السلام الوقاية والتوعية الشاملة بالإضافة إلى إشراك المؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الشراكة المجتمعية لإيصال هذه الرسالة من خلال التخصصات المختلفة وتزامنا مع الاحتفال بأسبوع المرور 2019 وفعالياته التوعوية المدروسة سجلت الإدارة العامة للمرور إنجازا متميزا على صعيد السلامة المرورية يتمثل في انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يعني في المحصلة الرئيسية تكامل الجهد القانوني والميداني مع المنظومة التوعوية الإدارة العامة للمرور تقوم بتوزيع دوريات ومن خلال دوريات تكنولوجيا تنفيذ القانون تقوم بمتابعة ورصد مخالفات السرعة على جميع الشوارع ومراقبة السلوكيات الخاطئة التي ترتكبها السواق مثلا على خط الأصفر ودخول المربع الأصفر هناك دوريات تتابع ومراقبة الحركة المرورية من خلال قرفة العمليات لمتابعة جميع الشوارع واستطعنا من خلال هذا طبعا الكاميرات الذكية والتكنولوجيا تنفيذ القانون من تقليل المخالفات وتقليل عدد الحوادث قامت الإدارة العامة المرور بإدخال الكاميرات الذكية في منظومتها المرورية لرصد وضبط وإدارة الحركة المرورية بشكل أكبر مما أدى إلى التقليل في المخالفات وأدى إلى التقليل من نسبة الحوادث الوفيات والحوادث البليغة من خلال الكاميرات الذكية تقوم قرفة الأنظمة الذكية برصد التقاطعات والشوارع التي تكون عليها الحركة المرورية كثيفة وراف التقرير إلى إدارة العمليات لوضع الحلول مع الجهار ذات الاقتصاص وتعد إدارة تصميم الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شريكا رئيسيا مع الإدارة العامة للمرور في مجال تعزيز السلامة المرورية على كل الطرق وضمان سياب الحركة المرورية هدف من مشاركة الوزارة الأشغال في جهود لإدارة العامة المرور هي رفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق وتقليل حوادث المرورية الحمد لله العام الماضي شهد انخفاض كبير في عدد الحوادث حوادث الوفيات ووصل إلى 41 حوادث هذا كله بفضل الجهود المشتركة اللجان اللي هم بثقت من لجنة فنية من أكثر من أربع لجان لمعالجة المشاكل المرورية عند المدارس عند المستشفيات رياض الأطفال الأماكن هذه اللي تستخدم حركة المشاركة كثيفة هناك أيضاً الوزارة عدت 42 دراسة مرورية لخفض الحوادث المرورية عند نقاط الحوادث تبقى السلامة المرورية هدفاً نبيلاً يتطلب التعاون الكامل بين مستخدمي الطريق والإدارة العامة للمرور وهو ما يقتضي بالدرجة الأولى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر